بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم متابعين قناة ياسمينة اليوتيوب النهاردة أولى فقراتنا هنتكلم عن الفنان تامر حسني وباسمة بوسيل وهنتعرف على آخر أخبارهم شائعات وشائعات لا تنتهي وفي أول ظهور لباسمة وتامر سويا حرصة السنائي باسمة وتامر على حضور حفل افتتاح مطعم خالد الدهبي طبعا كلنا عارفين خالد نجل الفنانة السورية أصالة تم افتتاح المطعم هنا في مصر حضر حفل افتتاح المطعم إلى جانب تامر حسني وباسمة بوسيل شام بنت الفنانة أصالة والفنانة مريهان حسن والجديد هنا عندنا النهاردة أن أصالة افتتحت المطعم بتاع ابنها بدون عرسها يعني رجعت لمصر وحدها والشائعات اللي قلت لكم عليها هي تكهن البعض أن الفنانة المغربية باسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني بتعاني من بعض المشاكل الشخصية ما بينها وما بين تامر القصة بدأت لما كتبت باسمة بوسيل عبارة غريبة العبارة دي كتبتها عبر الانستجرام على خاصية القصص المصورة كتبت باسمة وقالت ربنا يخلصني من الناس الخينة والمنفقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير ومن هنا على طول خرجت إشعات انفصال باسمة وتامر لكن لم يمر وقت طويل حتى قامت باسمة بحسف المنشور وطبعا ده بعد أن قام عدد من متابعيها وأصدقائها بتداول هذا المنشور لكن الغريب هنا أن هي عادة ونشر الصورة من حساب بيحمل اسم محبيها كتبت في الصورة دي اللهم خفف عن باسمة سيقل هذه الأيام وأرزخها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منها ما استسقلته نفسها وأرح قلبها يا رب وطبعا أي رسالة بتكتبها باسمة بتطلع الإشعات على طول تجاه انفصال باسمة وتامر لكن أحب أقول للناس في حياة كل إنسان بعض المشاكل والمواقف مش شرط كل المشاكل دي تخص العلاقة الزوجية مش كل حاجة نحطها في علاقة باسمة وتامر ليه ما يكونش باسمة عندها مشاكل تانية مشاكل عائلية مشاكل مع أهلها مشاكل مع أصحابها الحياة مش عارفة النفوس المريضة على طول بتحاول تصور انفصال باسمة وتامر وأي رسالة أي رسالة بيطبقوها على طول على باسمة وتامر مش عارفة يمكن تكون دي ضربتي الشهرة تعالوا نكمل مع بعض كلامنا الحياة العلاقة بين تامر وباسمة شهدت هدوء كبير في الآونة الأخيرة وده بعد مرور عام تقريبا على الأزمة اللي نشبت ما بينهم بعدما أعلنت باسمة بوسيل انفصالها عن تامر والنها بترتب إجراءات الطلاق رسميا في ذلك الوقت قيل إن خلافات تامر وباسمة سببها صوره مع المعجبات وكنا عملنا فيديو عن الموضوع ده السنة اللي فاتت الحقيقة دي الرواية الأولى أما الرواية التانية كانت حاولة وجود قصة حب جديدة في حياة تامر وخسر الحب دي إنها تكلل بالزواج طبعا انتهت الأزمة خلال أيام لما وجه تامر رسالة اعتذار لزوجته ووجه لها كمان رسالة اعتذار وطلبوا أقتها من بسمة نهية حفظة على حياتهم الأسرية من ناحية أخرى طلقت الفنانة السورية أصالة تهيني طبعا من قبل كل اللي بيحبوها من أصدقائها والنجوم والمشاهد وده بعد إعلان عند غرانها على الشعر العراقي فائق حسن والجديد النهاردة عندنا والمفاجأة عندنا النهاردة هي مبركة مرتا حامد طاليقة فائق حسن بركة الأصالة هنشوف مع بعض بقى في الفقرة التانية قالت إيه مرتا الأصالة وقبل ما انتبع الفقرة اللايك الماتين زي ما بقول لكم كل مرة لقناتي ياسمينتي اليوتيوب وللفيديو النهاردة نفت مرتا حامد طاليقة الشعر العراقي فائق حسن ما تم تناقله بشأن تعليقها على خبر زواج طاليقة من المطربة أصالة وأكدت كمان معانا أنه فيه معلومات مغلوطة تنتشر على السوشيال ميديا وأوضحت وقالت هناك معلومات مغلوطة غير صحيحة أي معلومة تصدر على حسابها على الانستجرام حرست بقى من ناحية أخرى مرتا حامد على تهنية فائق حسن وأصالة تبعت كلامها وقالت حبي تبارك لأبو ولادي وزوجته الفنانة أصالة ألف ألف مبروك ألف ألف مبروك أتمنى لهم كل الخير وأشارت مرتا إلى أن الطلاق بينهما وقع منذ فترة طويلة والأمر ملوش أي علاقة بزواجه من أصالة وضحت كمان وقالت إحنا متطلقين من فترة مو قصيرة حبي توضح هذا الشيء طبعا تصريح هذا بعدما تنقل رواد السوشيال ميديا صور وفيديوهات خاصة بها وأيضا بعد تصدر خبر زواج طلقها من أصالة واعتبر العديد من المتابعين أن الاقتباسات بتاعت مرتا حامد رسالة مبطنة لطلقها الأمر اللي دفعها لتوضيح ذلك الحقيقة رواد الإشاعات على السوشيال ميديا شدين حلهم جدا وأي خبر جديد بينزل على طول بتنطلق عليه الإشاعات هلو أصدقائي ومتابعيني بس حبيت أوضح بهذا الفيديو عن معلومات وصور انتشرت بالسوشيال ميديا هالمعلومات ما صدرت مني معلومات مغلوطة غير صحيحة أي معلومة ممكن تصدر مني عن طريقة حسابي هنانا بالإنستجرام هذا حسابي الوحيد بالإنستجرام وبالمناسبة حبيت أبارك الأبو أولادي وزوجة الفنانة أصالة ألف ألف مبروك أتمنى لهم كل الخير بالنسبة موضوع للطلاق داولوا كثير على السوشيال ميديا معلومات أيضاً مو صحيحة احنا مطلقين من فترة من قصيرة بس أحبيت أوضح هذا الأشي شكراً شكراً لكم هوايا وكل اللي قدر أقوله عن تصرف مرطة أنه هو تصرف متحضر جداً تحب توجه لها رسالة وتقولولها إيه؟ أحب أوجه لها رسالة وأقول لها مش معنى أنه إحنا فشلنا في جزء من حياتنا أو في علاقة ممام مثلاً زي العلاقة الزوجية أن حياتنا انتهت بالعكس ممكن دي تكون بداية لحياة جديدة حياة كلها نجاح وممكن الحياة الجديدة دي تكون أنجح بكتير من الحياة اللي فاتت فعلاً وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم أما عن آخر أخبار الفنانة أصالة بعد عقد قرانها وزواجها تدول رواد مواقع السوشيال ميديا صورة حديثة للفنانة السورية أصالة الصورة مع زوجها العراقي فائق حسن ظهرت أصالة وزوجها في عشاء رومانسي حصدت الصورة على العديد من التعليقات اللي أشدت بجمال أصالة وهي دي الصورة اللي أنتوا شايفينها معايا الحقيقة نقول ما شاء الله ونتمنى الأصالة كل خير نتمنى لها إن شاء الله حياة زوجية سعيدة وحب أقول المتنمرين كيف هيكم تنمر لأن في ناس كتير بتكتب تعليقات سلبية ومش عندي بس كمان عند الفنانة أصالة بيكتبوا لها مثلاً إن أولادها بقى طولها المفروض ما تتجوزت أو إن هي تجوزت أكتر من مرة أو غيره أو شبيه طبعاً الكلام اللي أنتوا عارفينه كلكم لكن أحب أقول لكم إن الجواز ملوش عمره معين وإن أي علاقة نجحة مش مرتبطة بسن معين وإن الزواج مش حرام وإن أي وقت في عمر الست أو الراجل ممكن يقابل شريك حياته حتى لو تجوز أكتر من مرة الشريك اللي يقدر يكمل معاه بقى حياته وده طبعاً حتى لو فشل مرة أو اتنين أو أكتر كل حاجة في النهاية بتكون إسمه ونصيب وبنقول للفنانة أصالة ألف مبروك ربنا يهنيها وأقول له كل اللي بيتنمروا نفسكم مريضة وإن أكيد بيكون عندهم نعصف حياته وبيكون عندهم نوع من عدم الثقة بنفسهم علشان كده دايماً بيحاول يبوصوا التصرفات غيرهم وينتقدوها وياريت ينتقدوها انتقاد إيجابي لكن بينتقدوها الحقيقة انتقاد سلبي وزي ما السوشيال ميديا كانت إيجابية وبتدي ناس كتير طاقة إيجابية وفعلاً كان لها مميزات كتير كان لها عيوب أيضاً الحقيقة عيوب خطيرة وأشهر عبين فيها التنمر والإشعاعات والعبين دولة ممكن يدمروا حياة ناس كتير يا ليه تناخد بالنا من الموضوع دو نتصرف حياتنا بشكل إيجابي وبشكل متحضر وبكده النهاردة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مش عايز أطول عليكم الفيديو أكتر من كده لكن طبعاً أتمنى ان الفيديو النهاردة يكون نال إعجابكم وبشكر كل المتابعين اللي دايماً بيترددوا على قناتي ولي بيكتبوا لي أجمل التعليقات بيكم إن شاء الله وليكم قناتي هتكبر متشكرة جداً جداً لكم انتظرون إن شاء الله في خبر تاني من قناتي ياسمينتو اليوتيوب عرصتنا وعرسنا أمرين جابوا الجمال على ليلتنا عرصتنا وعرسنا نورين بنوروا جمعت فرحتنا أبو أبي عرس كلمني أبو أبي عرصت تهني أبو أبي عرصت تهني أبو أبي عرصت تهني أفرحوا غلوا عيشوا تهنوا نوروا جمعت فرحتنا أبو أبي عرصت تهني أبو أبي عرصت تهني أبو أبي عرصت تهني